السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زيكم ماذا كانت العاملين ايه معاكم ورسولكم محمد يحيى زي منكم في كلية طب المنصورة دفعة انوستين نشوف مع بعض من أرضه بإذن الله تاني محضرات المناعة او ثالث محضرات مادة المايكروبيولوجي لو حسبنا معايا همالية ترودعشا كي نكمل المهاردة اللي بدأناها المرة اللي فاتت شوفنا المناعة اللي موجودة عندنا كلنا موروثة عندنا كلنا من ابقنا اتولدنا بيها شوفناها وهي بتحارب المايكروبس بتحارب اي ماكروب غريب داخل الجسم من غير ما تفرق مين ده جايني النهاردة نشوف اختها المتخصصة عنها الخبيرة اللي عندها معرفة بكل نوع ماكروب داخل الجسم جايني نشوف جايني نشوف طيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا عائلنا جايني نهاردة نشوف ايه جايني نهاردة نشوف تشتغل ازاي نشوف اه ونفهم المناعة المتخصصة حاجة معينة انا جاي علشان نحارب ده بس انا شوفت اي ماكروب تاني معدي جامبي كده اختلف عنه الا اللي يدعوى بيه ولا عرفه اصلا ولا انا حتى شايف ونفرق بين والتي فيما يخص البي لينفوسايتس طيب هلو نشوف اول حاجة الانتيجين بريزنتينج سلز الانتيجين بريزنتينج سلز اللي حنشوف ناياها في المحاضرة اللي فاتت اللي وظيفتها انها تابلع المايكروب وتكسروا وتاخد الانتيجين بساعدوا وتاخد الحاجات المميزة ليه المميزة فيه لمين لديه للملكة الملكة اللي هتعمم على كل ارباء الدولة على كل الجيش بتاع البلد كل الجيش بتاع الجسم لازم نهاجم المايكروب دوت قبل ما يخلص الجسم طيب الانتيجين بريزنتينج سلز اقلعيها فين والله هتلاقيها في مداخل الجسم على وفي الميوكوزة بتاعت كلها بقى في 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 الاخرية زي مي طبعي عندنا عندنا وعندنا دول الانتجين بريزنتينج اللي حنشوف ناياه بيعملوا ايه بيكابتشر يعني يسيطروا على ويترانسبورت ينقلوا يحلم يعني بيكابتشر مين البروتين انتجينز بيترانسبورت مين البروتين انتجينز بيجيبوا بياخدوا الانتجينز اللي بتكون من بروتينز ويكسروها الى بيبتايدز اصغر بحيث انه هم يلاقوا الجزء المميز فيها اللي هيبعثوه في التقرير بتاعهم للمالكة ويقولولها عايزين نحارب ده من فضلك طيب بيبعثوا دوت ازاي؟ والله هي عن طريق ال اللي اتكلمنا عليه هي وسيرة وسيرة عارض من هذه ال ال طيب يميل جدا جدا يشتروا ازاي؟ ايه هم جايين يعملوا ايه؟ هقولنا الانتجينز الانتجينز اللي مخزنة تينينفوسايتز بعدها لمقر القيادة بعدها ل الاصر الحاكم بعدها للمالكة بيبروسس هذه الانتجينز الى بيحولوها الى بيبتايدز اصغر علشان تكون فيها علشان نشوف الحاجات انه ما يزل فيها وبعد كده هزي البيبتايدز عن طريق ال اظن خلاص بقى عدنا وزدنا في الحيطة دي كتير فهمناك وفهمنا بتشتغلي ازاي ومحتاجين منك بعد ذلك نخش بقى على تفاصيل التفاصيل الادابتف اميونيتي تتقسم الى مصاري رحلة ايه؟ احنا لو عندنا الاميونيتي نقسم منها الى الادابتف والنيت النيت خلصناها هنشوف هذه الادابتف هنقسمها الى مصاري مصار يعتمد على التلمفوسيت ومصار يعتمد على تلمفوسيت ومصار لا يعتمد على التلمفوسيت باعتمد على البيلنفوسيت يعتمد على الخلية الباقية ديت بنسميها الهومرل ديت الهومرل ديت الهومرل فطريق بيمشي مع خلايا الباقية عن طريق شغل الانتي باديز وطريق بيمشي مع الخلايا التاقية بنفس الميكانزم بتاعة الناترال كيلر بالراحة علينا عن محمد كمية المعلومات اللي دخل ورا بعضها دي بالراحة قسمناها او هنشوف كل واحدة في الاتنين بتشتغل زي كل واحدة بتشتغل في في مصار منفصل ومختلف عن اختها ازاي عم كالتالي وظيفتها هنها هتصنع الانتي باديز فهتشتغل في الهومرل آآ اميونيتي هتشتغل عن طريق شغل الانتيجن بريزينتينج سيلز انها هتبعت لها الانتيجن تبعت لها هتخطرها الانتيجن على الامي ايش تي كلاس دو وهي تفهم الانتيجن دوت ايه هي اللي محتاجين نهاجمه او الانتيجن ده بيكون مع الميكروبس ايه وتبدأ تتبلغ كل انواع الانتيجن انها هتبدأ تشتغل وتهاجمه بطريقتها الخاصة ودوت السكند لاين من الديفنس زي ما شوفنا الانتيجن اميونيتي هي اول خط دفاع ده تاني خط دفاع وزي ما شوفنا ان الانيت بتكون موجودة دايما ديت لا دي بتكون موجودة في حالات الطوارئ يعني انت عندك الشرطة الموجودة دايما في الشارع في حالة الطوارئ بتلاقي جيش نزل جيش هو اللي متخصص في حاجة معينة فانت عندك ده هو بقى الجيش المتخصص دول المتخصص في حاجة معينة فهم وبالتالي هم وعندهم ميموري لانه هم هيحربوا انتجين معين انا عن طريق انتجين درسين تنجسل حللت مايكروب كسرته طلعت الانتجزم بتاعته وبعدتها للمالكة قلت لها عايزين نحارب ده هتروح واخدت تقيير دوت واخدت منه نسخة وحطها في الدرب عشان تحاربوا بعد كده والنسخة التانية تعمموا تبعته لكل لكل الخلايا بتاعت المناعة عشان تبدأ نحن تهجل طيب ايه موضوع الميموري الميموري هي قدرة هذه على انها تفتكر الحاجة اللي هي ضمرتها قبل كده وضمرتها ازاي اش معنى علشان لو داخل التاني تقدر انها تقتلها واتدمرها بطريقة افضل وبشكل ازرع وهو دوت الفكرة من الميموري او تذكر هذه طيب كاليني بقى عن اللي انت عملت تقول انها هي الشغل وكل شغلها هنا يعني في الانات كنا بنتكلم بقى عن عن وقوص شكرا عن كده كحلقة وصل بين الانات والادابتر ونقلتنا الى الليمفوسايت الليمفوسايت ديت لها ريسابترز معينة تاخد بها الانتجنز اظن منطق انا كمثلا تيلينفوسايت انا الخلية المالكة اللي هيوصل لها التقرير محتاج 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 الخلية دي انها ايه تاخد التقرير الدوات تستلمه تستلمه ازاي عن طريق ريسابتر لها سكرتير استلم التقارير فليها ريسابترز وهتبعت لكل الخلية تقول لها حربي تقول لها هاجمي طيب الانتجنز ما هي محتاجة ريسابترز برضه عشان تعرف طب اهاجم مين مزوض فمحتاجها ريسابترز فانت عندك عليها لتحديد الانتجنز اللي هي محتاجة انها تهاجمه همشاه بعض في اللي كنا شفناها في المنفاضرة اللي فاتت وفهمنا شغلها وعرفنا انها وعرفنا انها تتبع تيجي بتهاجم اي ميكروب غريب ايا كان هذا الميكروب اي انا اسف اه اه بتهاجم الخلائق اللي فيها حاجة غريبة ان كانت هذه الحاجة الغريبة ولو اكتشفت ان الام اتج سي كلاس وان كلاس اي كلاس وان بتاعها مش مصبوط او فيها مشكلة بتبدأ اه او او غير موجود اصلا انها مش من خلايا الجسم تبدأ انها تفرز عليها بيرفورينز عشان تعمل فيها ثقوب وتفرز فيها جلعان يوزايمز عشان ايه تكسرها من جوه طيب اه احنا جايب بقى نتكلم عن اللي بيركزوا على حاجة معينة التى والبي التلاتة اصلا شبه بعض جدا في احنا بنفرق بينهم عن طريق سيرفس بروتينز 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 بيكون عمودة على صفحهم بتسميها كلاستر اف ديفرانشياشن يعني وسيلتنا للتفرقة بين هذه الخلايا بنقول سي دي ومعها الرقم معين سي دي تري سي دي فور سي دي ايت سي دي سكستين ناشر كلا كانت سي دي سكستين لو فكرين اه من اللي نعيتي ميوريتي سي دي ناينتين سي دي توني ون كل دي ارقام هتشوف دلوقتي بازن الله كل واحدة بتميز خلية احنا لما بصد تحت الميكروسكوب ونلاقي الخلايا الليمفوسايتس هتشوفها كلها نايا شبه بعض بنقدر نحددها عن طريق هذا طيب خلينا نشوفهم واحدة وقت دي دي مسؤولة عن بتهاجم يعني الميكروبس الموجودة جوه الخلايا ايه ده شبه مين شبه ناتشوريكيلر برضو بتهاجم الحاجة اللي موجودة جوه الخلية ولكن دي مخصصة بتحاجم خلايا معينة الخلايا المصابة وديت شغلها شغل زي ما شفنا مصوريين مصار للبيليمفوسايتس الهيومورال مصور للتيليمفوسايتس اللي هو السيل البيعتمد على السيلز في قتال السيلز انما البي بيعتمد على الانتيبوديز في قتال المايكروبس طيب بزبال تيليمفوسايتس تعالى معايا على البيليمفوسايتس قال لك والله هي ديت اللي هو تحييد يعني ايه تحييد يعني انا هبعت لها تساعد الخلايا التانية او تساعد المكونات التانية من المناعة انها تضرب دوت اللي هو برا الخلايا احنا مش بنتكلم عن قتال خلايا احنا تتكلم عن قتال برا الخلايا بنعمل لها هذه المايكروبز بنحيدها بحيث انها متقدرش انها تهاجمنا واحنا بتثبتها في مكانها علشان نساعد المكروفاجز مساريا انها تيجي وتبتلع وهو ما يدعى بالهيومرال اميونيتي طيب بينا اتقل لكم اللي بعد كده يصل لها اكتيبيشن زي هذه الليمفوسايتس لك الله الاول بتكون نيب يعني ايه نيب يعني على نياتها لسه ما شافتش حاجة ايه ده هي مش ماتيور اه ماتيور وكبيرة وكل حاجة اه عندها فوق تلاتين سنة بس يا عبرها ما ما تواصلت مع العالم الخارجي يعني ازاي يعني هي ما شافتش انتجنس نيفر مت انتجنس هي خارجة من مخالي العظام وفهمة ايوة انا ماتيور انا ناضجة انا ههاجم اي حاجة غريبة بس مش ههاجم اي حاجة تابع الجسم وشفت حاجة الجسم وهم عرضوها علي وقلت لا دي مش ههاجمها فقالولي بس انت كده شطرة وماتيور يلا خرجي بس انا وعمري ما شفت حاجة من بر الجسم صح ايا لسه مازلت نايف يعني ايه يعني مسالة مازلت علنيات زي ما بيقول بعد تلك بيحصل لها اكتيبيشن بتتاكتف بيقولولها يا خلية يا مناعية تعالي علشان عايزين نقتل دخيل ايه ده دخيل انا اول مرة اشوف دخيل من جرد ان يحصل لها تبدأ بقى انها تتعامل وتتصرف مع هذا الدخيل ازاي يحصل لها تضاعف في العدد وزيادة في العدد ويحصل لها تمايز بقى انا عايزين اهيال في الاول كانت خلية ما تعرفش ما هيش بانتجين معين في الحالة ديات بقى هتبقى مخصصة لانتجين ده اه انا الجندي الفلاني جاي لي امر ان انا اكون موجود في المكان الفلاني علشان اقتل الدخيل الفلاني فانا عالي في شغلي وانا متخصص في مخصصة لانتجينات بعيدها بعد ذلك تتحول الى تبدأ بقى شغلها خلاص احنا بدأنا ان احنا اه وصلنا للمكان اللي احنا نشتغل فيه يلا نبدأ شغل ونضمع هذا المايكروب او هذا الدخيل نشوف شغل او نشوف تحصل ازاي قالك والله الاول زي ما احنا عارفين بيحصل لها بتكبر في البون مرو والماتيوريشن بيحصل في لكن ما بتخرج نايب يلا ناكتبها قبل ما تاكتبها انت عندك ادي ايه منها عندك بلود ادي ايه خمسة وسبعين في المية من الليمفوسايتس بتاعت البلد ديت تي ليمفوسايتس خمسة وسبعين في المية طيب اتعرفها ازاي انت عارفت ان انهم خلاص في المية عارفين احنا عندنا اه عندنا بروتينز هم اشبه بعض بس انا عندي 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 ريسيبتور خاص بالتي ليمفوسايتس بتسميه تل تي سيل ريسيبتر او تي سي ار وعندي حاجة اسمها سي دي تري سي دي تري دوت موجود في كل التي ليمفوسايتس وعندي سي دي فور وعندي سي دي ايت كل واحد بيكون موجود في نوع نشوف انواع هادي الوقتي طيب احنا كده اه قرفنا ان احنا نحددها وقلنا خمسة وسبعين في المية برضو ما فهمتنيش يا ماتيور وعايزة تهاجم يلا ايزين نشتغل ايزين نتحرك بالروح انتو انتشاروا كلكم مع بعض كده يعني خمسة وسبعين في المية كلهم هيعملوا نفس الحاجة فين فين بقى التميز وفين التنظيم وفين كل واحد له وظيفته بتاعه لأ فيه فيه اقصان جواها الاول الملكة ايه ده يا مش كلها ملكة يعني انت عايز تفاهمني ان خمسة وسبعين في المية ملوك يعني يا اما يعني فين الرعاية بقى لأ ما عندنا ملكة هي ديت اللي بتنظم كل حاجة تقول لك يعني حتى من اسمها تبقى الهلبر هي الملكة تقول لك خادم القومي سيدهم او سيد القومي خادمهم تشوف بقى انت فيه تأخير تقديم وتأخير بقى ونحو بتاعه نعم مش كلش بالك ديت الملكة اللي بتجيلها الانتجين بريزينتينج سيل وتقول لها تفضلي الامي ايشي سي كلاس تو عليه الانتجين او البروتين انتجين ايزين نحاربه فهي تروح مع ماما على كل الخلايا تقول البيرينفوسايتس اتاكتيفي وصناعي انتيبوديز لهذا الانتجين وتقول الماكروفاجز روحي هاجمي هذا المايكروب وبلعيه اقليه ودمريه وقتليه تمام؟ فهي وظيفتها المساعدة. تاني واحدة هي ديت اللي بتشتغل بنفس شغل ازاي? بتهاجم الخلايا احنا كنا كان عندنا حاجة اسمها اه الانتيبودي دابندنت سيليلر ايه? بتاعت مين? بتاعت هو ده بقى ديت كانت اه هو ده بقى الفيرجن الادابتف منها الفيرجن بتاع السيل ميدييتد اميونيتي برضو بس ديت متخصصة رايحة تاجم الخلايا المصابة بكزا بس متخصصة في شغلها. بتبتغل زي الناتشل الكلر لكن الناتشل الكلر بتاعتم اي حاجة غريبة. ديت برضو بتروح لل الامي اتش اي كلاس والا وتدور على الفيروس الفلاني موجود هتتتلها. مش موجود هتتسبحها وتمشي. شوف ازا كان هي فعلا تيومورسل هتتتلها مش تيومورسل هتتسبحها. ده عفس الفكرة وبرضو وبالبرفورين والجرانيوزاين وكل حاجة. ولكن دي متخصصة. التي هلبر بنسميها سي دي فور لان هي اللي عندها كلاستر اوف ديفرانشييشن فور. التي السيتوتوكسيك تي عند بنسميها سي دي ايت لان هي اللي عندها كلاستر اوف ديفرانشييشن ايت. طيب والسي دي ثري. السي دي ثري والتي سير ريسابتر الاتنين دايما بيكونوا موجودين على كل التي لمفوسيتس. الاتنين هم عصر عبارة عن كومبليكس واحد كده واحد كده مدمجين مع بعض. ويكونوا موجودين في كل الخلايا التائية او التي سيلز. بعد ذلك خلاص اه عايزين نفض الليلة التي هلبر شغلت البيلينفوسيتس والماكروفاجز وشغلت السيتوتوكسيك تي علشان تقتل الانفكتد سيلز والتيومور سيلز. فاحنا عن طريق البيلينفوسيتس هجبنا الحاجات اللي برا. وحجبناها وسبتناها. وجبنا الماكروفاجز اكلتها بعد ما سبتناها بالانتي باديز. طيب في حاجات كانت مستخبية جوال خلايا ولا تقلقوا. هلبر هلبر برضو هتشغل السيتوتوكسيك تي. تهاجم الخلايا المصابة. اي حاجة جواها برضو هنقتلها. فاحنا قتلنا اللي برا الخلايا عن طريق الانتي باديز اللي سبتتها واستدعت الماكروفاجز عشان تكلها. وده شغل البي مع الماكروفاجز. والهلبر شعلت برضو السيتوتوكسيك تي. علشان تهاجم اللي جوه الخلايا. تهاجم الخلايا فالخلايا تموت. الخلايا المصابة طبعا. فالخلايا تموت بالفايروسز والتيومورز الموجودة جواها او الموجودة جواها. خلاص. خلاصنا وعايزين بقى ايه? نرجع الوضع الراحة. الفايروسز والبكتيريا والمايكروبس اللي موجودة ماتت. نرجع بقى للطبيعي اللي سمحتم. يعني يعني انتم لو فضلتم هايبرين كده هتدمروا الجسم نفسه كمان. وهم مشكلتها ان هي لو ما لقيتش حد تتقني معاه تتقني مع الجسم نفسه. لازم حد يهبطها ويهديها. فبتيجي اختهم العقلة الرزينة 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 ديت اللي بتيجي تعمل بعد ما خلاص قضينا على المايكروبس بتيجي تقول لسا ديتوكسك تي خلاص فوقدي ارتاحي المداخلس جلالة الملكة خلاص اه وصل وصلت لنا تقارير واخبار من من جميع ارجاء المملكة من كل الجسم تم القضاء على هذا المايكروب ارتاحي يا فانتون. وتروح للبي لينفوسايتس تقول لها كفاية صناعة بلازما سيلز ويا بلازما سيلز. خلاص كفاية صناعة انتي باديز. اتخزني علشان تبقي خلايا ذاكرة. تفتكري لو دخل المايكروب ده مرة تانية علشان تعجميه بسرعة. مش لسه هنبدأ اختراع العجلة من الاول ونبدأ. بالمرة الجاية من حيث انتهى الاخرون نبدأ ان احنا نهاجم بشكل مباشر. فاحنا مش هنعمل مش مش هنموت هذه البلازما سيلز ولا هنسيها شغلها. لا ده هي هتقعد ده مكرتاح وتتحول الى ميموري سيلز. طيب افترض في خلية ما سمعتش كلام. في خلية كانت بتعصبس زيادة عن اللازم. والجننت. وبدأت انها تعصي الاوامر وتبدأ انها تهجم. في هذه الحالة. في هذه الحالة. لتبدأ تهاجمين تبدأ تهاجم الجسم. ما هو خلاص ما عادش ميكروبز. في هذه الحالة لو هي ما تمعتش الكلام وما رجعتش الوضع الراحة تاني. بنبدأ ان احنا نقضي على هذه الخلية وننديوس نحفز بتاع الخلية. وبتموت الخلية ديت لو ما استجبتش للامر بالنهاية ترجع الوضع الراحة تاني. طيب انتقل للجزئية اللي بعد كده. الانتجين بنتعرف على على الانتجين دوت ازاي او الخليات دائية التيلينفوسيت. بتعرف هذا الانتجين ازاي. وهي عن طريق موجودة عليها. معارفين ان هي موجودة عليها تي سيل ري سبتر. هذا تي سيل ري سبتر بيكون من الفا تشين وبيتا تشين. ديت مش او بي ديت الفا وبيتا. الفا تشين وبيتا تشين في التي سيل ري سبتر. بتتعرف على الانتجين. ازاي? والله لو هي سي دي فور بيجي لها الانتجين على الامي اتشي سي كلاس تو. عارفين ان ديت المانيكا اللي بتقدم لها الانتجن على الامي اتشي سي كلاس تو. فعن طريق بتفحق بتشوف الانتجن اللي جاي لها على اما السي دي ايت اللي هي السيتو توكسك تي. فديت زي ما قلنا شغل لها شغل اه شبيه بالناتشلل ولكن ديت سبيسيفك. هي بتشتغل على الامي اتشي كلاس وان. خلايا الجسم نفسها. بتهاجم الانفكتد سيلز. الانفكتد سيل بتعرض لها الامي اتشي سي كلاس وان بتاعها. لو فيها اي بيزهر على الامي اتشي سي كلاس وان. ولو لقيت ان فيها حاجة مش مزبوطة عن طريق البرفورين والانز والجرانيوزايمز بتبدأ انها ايه اه تدمرها. طيب بعد ذلك البي لينفو سايتس. الهيومرال اميونيتي. شغل الانتي بادي ديفان. البي لينفو سايتس زي ما شفنا الديفلوبمنت والنسبة والفينو تايبس والفانكشن في اله في التي سيل. هنبص هنا عليهم برضو في البي سيل. هنا بقى الديفلوبمنت والماتيوريشن اللي اتنين بيحصلوا في البون مارو. التي لينفو سايتس كانت في البون مارو وماتيوريشن في الفايمس. لأ ديات بقى كل حاجة بتحصل في البون مارو بتخرج من البون مارو جهزة. طيب نسبتها من اللينفو سايتس بتاعت البلد عشرة الى خمسة اشرة في المية. يعني التي لينفو سايتس هولي خمسة وسبعين ديت من عشرة الى خمسة اشرة والباقي ايه? والباقي طيب يكونوا برضو ايه? اه يعني حوالي عشرة في المية. اه الفينو بتاعها او الماركر بتاعها هو والسي دي ناينتين والسي دي توني وان. الناشر كيلر سي دي سكستي. التي لينفو سايت. سي دي ثري. سي دي فور. سي دي ايت. سي دي ثري هي اللي سبت فيه. وهنا وصلنا للبينفو سايت. سي دي تسعة عشر و سي دي واحد وعشرين. في حاجة كمان بتميزها وهي الانتجين ريسابتورز. الانتجين هزا البيسبتورز. هزا البيس ريستور هزا اصلا اصلا عبارة عبارة عن انتيباديز. ولكن الانتيباديز عامة. مش خصصة حاجة واحدة. مش بتكون في البلاد او في.. في المسيرون بتكون موجودة على على البيسبتور موجود على البيسبتورز عبارة عن آآ Two Lady Musil, هنشوفهم باذن الله نوعهم بالتفصيل في المحضرة بليجاية. بتم موجودة على صورة على البيلينفوسايت وديت مهمة جدا 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 جدا. فشغل البيلينفوسايت لما تكون مش عايزة تعتمد على التي. وهتشوف ده قدام بإذن الله. فديت الريسابترز اللي موجودة على البيلينفوسايت. والبيلينفوسايت مش مخصصة للبروتين فقط. للبروتين أنترزين فقط. لأ كان مصار التي البيلينفوسايت محتاج أو يعني مصار كان محتاج أنه يكون الانتجن بروتين بس ما يفعاش أي نوع تاني. لأ البيلينفوسايت تقدر أنها تتعرف على أي نوع من الانتجن. طيب لما بحصل لها جبنا لها انتجن أي نوع يعني كان حطناه على هذا الريسابتر اللي هو انتيبودي ام او اي جي ام او اي جي دي. يعني ايه اللي هي اكثر. والله في نسبة منها هتبقى اللي هي تضعف للعدد الى تعمل عشان تتدمر وفي نسبة هتبقى وزي ما احنا عافين زي ما شفنا في الاخر بتخل بتحول بعد ما خلص دي تشتغلت وعملت وكلام كله وهجبنا وخلصنا على المايكروب بتتحول برضو الى هي اللي بتتذكر هذا الانتجن علشان تحاربه فيما بعض. طيب جميل جدا جدا. بعد ذلك هنشوف المصارين بتوع في شغلها. ونركز هنا علشان المصاري اللي قدام دوت تجميعت المصرحية بشكل كامل تأريد. المعتمد على شغلة سي ما احنا شفنا. ايه القصة من الاول الاخر. والله عندنا بتهضم الانتجن. وبعد كده بتحطه على الام اتش سي كلاس تو بتاعها وتوريه للتي سر ريسبتور في التي هلبر اللي هي السي دي فور. السي دي فور بيحصل لها اكتيفاشن. تتناشط. او التي هلبر بيحصل لها اكتيفاشن. فتفرز حاجة اسمها انترليوكن فور. انترليوكن فور دوت. ده السايتوكاين. اللي هو الرسالة اللي هي بتربعتها للخلايا. انترليوكن فور وانترليوكن تو كمان. السللي مكتوب عندنا في الوراء انترليوكن فور. الانترليوكن فور بيروح للبيل يمفوسايت يقول لها. في عندنا انتجن كزا. عايزي بتتحولي لبلازما سيلز وتعملي له انتيبوديز. هتتحول هذه البيل امفوسايت الى بلازما سيل وتصنع انتيبوديز لهذا الانتجن اللي الانتجن بريزنتين سيل هضمته في الاول. طيب ده المصار اللي معتمد على التي بتقدر انها تتعرف على اي انتجن لان هي زي ما قلنا عامة. ما هيش مخصصة بحاجة معينة عامة. فبالتالي هي مش محتاج ان تي سيلز او تقول لها هجمي كزا. هي لو شايفت اي انتجن بقى. هنا زي ما قلنا مش بالضرورة يعني احنا شفنا ورا قلنا ان مش بالضرورة تكون بروتين. اه شغل الاتنين دول لو ما اعتمدتش على 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 التي سيلز. اشتغل تي انديبندنت. عمل تي انديبندنت اكتيفاشن. مش لازم يكون الانتجن يكون بروتين. فهي تقدر حاجة اسمها مايكروبيل لايبو بروتينز. مسلا. مايكروبيل لايبو بروتينز ديت بتكون لايبو بروتينز موجودة في في المايكروبز. تمام? في البيكتيريا. اه هي تقدر انها تتعرف عليه. ما تقدرش تتعرف عليه. ما تقدرش انها تحطه لها على وتوريه للتي ليمفوسايتس وكلام نا كله ومصور بتاع تي دي بندنت. لا ده ما حد يقدر يتعرف عليه الا البيليمفوسايتس. وهنشوف الفرق بينهم وفرق الخطورة الانتجنز اللي مش بروتينز. لان هي ما بتقدرش اه ما بتقدرش اه ما بتقدرش اه ما بتقدرش التي للمفوسايتس انها تتعرف عليها. وهنشوف بقى تفاصيل الانتجن. وشغل الانتيباضي على الانتجن. وانواع الانتجنز وانواع الانتيباضيز. كلها ضغط بازن الله في المحاضرة الجاية. ولكن الى هنا يا اصدقائي تكون من حاضرتنا خلصت. thank you very 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 much. جود لك. تماما انكم تكون مستفدتم واستمتعتم. تنسيش من دعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.